يشهد عمل اللجنة الوطنية العليا للطوارئ في عدن توقفا شبه كلي للكشف عن حالة كورونا بسبب عدم وجود المحاليل الخاصة ومعدات الفحص بعدما قامت منظمة الصحة العالمية بقسمة مساعدتها إلى نصفين جزء منها ذهب إلى صنعاء والآخر وصل إلى عدن الشحنتان اللتان وصلتا إلى شمال اليمن وجنوبه لم تكن مساعدات تقبل القسمة على اثنين بل أنها شحنة واحدة تحمل جزءا منها المساعات والمحاليل الخاصة بالكشف عن كورونا وقد وصلت إلى صنعاء وأخفتها الميليشيات أما الشحنة الأخرى التي تحمل على ظهرها الكمامات والواقية الطبية الخاصة بالأطباء والمعاقمات فقد وصلت إلى عدن هي قسمة في ظاهرها العدالة وفي باطنها سوء التدبير والتعامل بسياسة مع أطراف الحرب ليس الإنقاذ الشعب اليمني فيها لا ناقة ولا جمل وهذا ما أثر بدوره مؤخرا في الكشف عن الحالات وعلاجها وكذل مسيرة الطبية في مواجهة الوباء القتل ترشق حكومة الحرب في اليمن الاتهامات باستيلاء كل واحدة منها على جزء من المساعدات والشحنات الطبية الآتية من الأمم المتحدة للمطارين في صنع وعدن كلام لن يقي من تزايد عدد الحالات وحصاد الفيروس لأرواح اليمنيين بل شتات لكافة الجهود التي يراها أطباء أن الظرف الحاصل بحاجة إلى توحيد وتضافر الجهود تضافر جهود يجب أن تقوم به نقابة الإطباء اليمنيين بتقديم مبادرة لتحييد عمل وزارة الصحة ولجان الطوارئ في مواجهة كورونا عن أي عمل أو جهد سياسي ما يضمن بذلك عملا واسعا يذيب الحدود بين المتحاربين ويكون رديفا للحفاظ على ما تبقى من الحياة في اليمن في غضون ذلك ناقشت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المسجد عددا من القضايا المتعلقة بإجراءات مواجهة كورونا وأقرت اللجنة توفير الاحتياجات الطبية لمواجهة كورونا بما فيها توفير مادة الأكسجين بشكل عاجل وتوزيعها على المحافظات التي تعاني من نقص فيها كما وجهت باستكمال النقاشات والترتيبات لتركيب مصانع الأكسجين المقدمة من دولة الكويت الشقيقة كما تم تكليف وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس بتحديد الخيارات والبدائل لاختبارة الثانوية العامة للعامة الدراسية الحالي ودراستها بشكل كامل والعرض على اللجنة في اجتماعاتها القادمة لاتخاذ ما يلزم ترجمة نانسي قنقر